أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة الأنبياء في هذه الدورة المباركة دورة الأترجة وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون يذكر الله عز وجل أنه آتى موسى وهارون الفرقان والمقصود بالفرقان في أكثر أقوال المفسرين أنه الكتاب الذي أوتيه موسى وهو التوراة لأن الله فارق به بين الحق والباطل والحلال والحرام وما يحبه الله وما يبغضه ويسخطه وسمية التوراة فرقانا في أكثر من موطن كما في سورة البقرة ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون فعطف الفرقان على الكتاب من باب عطف الوصف وليس من باب عطف الذات على الذات لأن الفرقان أو لأن التوراة فرقان يفرق الله فيه بين الحق والباطل قال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء أي يستضاء به ويشتنار بهديه والفرق بين الضياء والنور أن النور ما يهتدى بنوره دون أن يكون فيه حرارة وأما الضياء ففيه حرارة كما قال الله جل وعلا في سورة يونس والذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا قال العلماء إنما جعل الضياء للشمس لما فيها من الحرارة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الأعمار الصالحة قال الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء فجعل الصبر ضياءا لما في الصبر من الحرارة والمشقة على النفوس وهنا قال وضياءا لأنه يضيء الطريق لكن الاستمساك به فيه شيء من المشقة ويحتاج إلى مجاهدة وإلى عزيمة صادقة وإلى مخالفة للهوى كما أن في اتباع الكتاب الذي أنزله الله معادات لمن عاده الأنبياء ومخالفة لما عليه كثير من الناس من العادات والمعلوفات قال وذكرا أي تذكرة للمتقين أي لمن اتقى الله فمن اتقى الله تذكر بالكتاب واتعظ به وذكر أن الكتاب سواء القرآن أو غيره هو ذكرا للمتقين كثير لأن الذي ينتفع بهذه الكتب حقا هو المتقون وإلا فهي نافعة وذكرا لكل أحد كما قال الله عز وجل في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لماذا؟ لأن المتقي قد لان قلبه وأذعن لربه ولذلك إذا جاءته آيات الكتاب استقبلها فأثرت فيه وتغير بها أما غير المتقي فقلبه قاسي كالأرض السبخة ينزل عليها المطر العذب فلا تستفيد منه ولا تنتفع به ثم وصف هؤلاء المتقين فقال الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وكلمة الذين يخشون ربهم بالغيب يصح أن يكون معناها يخافون ربهم وهم لم يروا فهم يخشون ربهم وهم ما رأوه ومع ذلك خائفون منه وجلون يخشونه ولم يرواه جل جلاله فكيف لو رعاه نزداد له خشي أو يكون المعنى يخافون ربهم في المكان الذي يكونون فيه غائبين عن أعين الناس يخافون ربهم عندما يغيبون عن الناس لأن الناس عندما يحضرون مع الناس يتركون المعاصر لكن إذا خلوا بمحارب الله ظهرت حقيقة التقوى في قلوبهم فمن يخشى ربه بالغيب يعني إذا غاب عن أعين الناس هو الذي يتذكر بالكتاب ويكون من المتقين قال الله عز وجل وهم من الساعة مشفقون أي وهم وجلون خائفون من الساعة يخافون منها لأنهم لا يدرون هل يكونون من أهل الجنة أو يكونون من أهل النار كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فهم يخافون من لقاء من لقاء أعمالهم ومن عرضها على الله ويستحيون لأنهم يعلمون أنهم مقصرون وأنهم قل ما يؤدون عملا على كامل وجهه بل لا بد من النقص والتقصير ولا بد من السهل والغفلة ولا بد من النسيان والخطأ ولا بد أيضا من التقديم والتأخير وهذا شيء يعرفه كل واحد مننا من نفسه ثم قال الله عز وجل وهذا ذكر مبارك أي هذا القرآن الذي أنزل عليك يا محمد ذكر مبارك أنزلناه وكثيرا ما يأتي في القرآن أن يقرن بين التوراة وما أنزل على موسى وبين القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما في آخر سورة الأنعام قال وهذا ذكر يتذكر به المؤمنون ويتعظون ويستجيبون بسببه لأمر الله ويطيعون به ربهم جل وعلا قال مبارك ولكرها ليدل على أن بركته عامة شاملة يعني جامعة لكل أنواع البركة بركة في معانيه في كثيره وبركة في ألفاظه وبركة على المرضى وبركة في استنباط الأحكام وبركة على الأفهام وبركة على المجتمع وبركة على المؤمن وعلى الكافر والبر والفاجر والذكر والأنثى وعلى الأحياء والأموات بركة عظيمة جدا شاملة واسعة قال مبارك أنزلناه أنزله الله من السماء على عبده ورسوله المحمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أفأنتم له منكرون أي أفتنكرون هذا الكتاب مع أنه بين أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل وأنه قد سبقته كتب كالذي أنزل على موسى فما الذي يدعوكم لكي تنكروا هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال الله عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشته من قبل لاحظوا أنه لما جاء إلى قصة موسى وهارون اختصرها وذلك لأنها جاءت في سورة طاها مطولة فاختصر هنا وهذه عادة القرآن مثاني يأتي بذكر موسى وهارون في قص سورة مريم بشكل مختصر ثم في سورة طاها بشكل مطول ثم في سورة الأنبياء بشكل مختصر وهكذا في سورة الحج ثم في سورة المؤمنون تكون متوسطة في خمسة أو ستة عصر وأهل مجر حتى تأتي سورة الشعراء فيطيل في ذكر تلك القصة ثم تأتي سورة النمل وتكون متوسطة ثم تأتي سورة القصص ثم تطيل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام كل ذلك من أجل أن ينتبه المؤمنون لما في هذه القصة من العراط والعبار وفي كل مرة تذكر القصة من جهة لا تذكر فيها المرة الثانية ثم أيضا قصة موسى يمكن التأكد من أحداثها من اليهود الذين يعيشون بين ظهران العراط فإذا أشكل عليكم شيء اسألوهم هل هذا وقع لموسى أو لم يقع لتعلموا أننا لا نقول إلا حقا وذلك قال في أول هذه السورة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني أهل الكتاب ثم لما جاء هنا إلى قصة إبراهيم أطال فيها ولكنه ذكر جانبا من جوانبها وهي قصة إبراهيم في تحطيمه للأصنام وإبراهيم أول نبي من أنبياء الله حطم الأصنام وله أوليات كثيرة منها أنه أول من ضاف الضيف وأول من ناظر في دين الله عز وجل فهو كما يقول ابن القيم سيد المناظرين كما في قصته في سورة الأنعام وفي هذه السورة ذكر الله قصته في محاجة قومه على ألوهية الأصنام والعجيب أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لتفانيه في دعوة الناس إلى دين الله يستعمل كل ما بوسعه من الأساليب من أجل أن يقنع قومه فماذا قال تأملوا هذه القصة العجيبة قال الله في مقدمتها ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل قيل من قبل موسى وهارون الذين ذكر قبل قليل وقيل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل أي من قبل النبوة يعني قبل أن يكون نبيا كان راشدا فهو لم يشرك بالله طرفة عين ولذلك أكثر العنبياء في القرآن الذين أكد أنهم لم يشركوا بالله هو إبراهيم وما كان من المشركين ولم يكن من المشركين وقرأوها في سورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين فهذا هو معنى الرشد هنا آتيناه رشده أنه لم يكن مشركا ولذلك كل من وفقه الله عز وجل إلى ترك الشرك قصدا لقناعته بالتوحيد وعلمه به فهو راشد وقيل ولقد آتينا إبراهيم رشده أي من قبل البلوغ فهذه المناظرات التي حصلت له قبل أن يوحى إليه والله أعلم قال وكنا به عالمين عندما نبأناه وضعنا فيه النبوة كما قال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته فهو لا يجعلها إلا في من يصلح لها ثم قال الله عز وجل إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون يسأل سؤالا يستثير به انتباههم يقول لأبيه ولقومه وبدع بالأب لحق الأب عليه وأحق الحقوق وأعظمها أن تنكي لأباك من الكفر وتخرجه من حضيرة الشرك إلى روضة التوحيد قال ما هذه التماثيل سماها تماثيل ما هو التمثيل تمثيل أو التمثال الشيء المصنوع يشبه شيئا مخلوقا كما تفعل الكفار عندما يلحطون الصخور على شكل رجل أو امرأة أو طير أو غير ذلك يسمى تمثالا ما هذه التماثيل التي تنحتونها ثم تعكفون على عبادتها أي تقيمون عليها وهذا السؤال سؤال فيه دهاء أولا سماها تماثيل ولم يسمها آلها ليبين أنها تماثيل شوفاء صماء بكماء وأنتم الذين صنعتموها وليست هي التي صنعت نفسها أو جدها أحد غيركم كما لو مثلا عبدوا طيرا أو عبدوا بهيمة لقيل إن هذه خلق من خلق الله لكن هذه التماثيل أنتم نحتموها بأيديكم كيف يصنع الإنسان معبوده فالسؤال نفسه ينطوي على على جوابه يعني هذا لا يستحق أن يعبد ولا أن يعكف عليه التي أنتم لها عاكفون يعني تخصونها بالعكوف دون أحد سواه وهي لا تستحق ذلك فكان جواب الأبلة السخيف الساذج قالوا وجدنا آباءنا لها عابدي يعني ما عندنا من حجة ولا بين على عبادتها إلا أننا وجدنا آباءنا كذلك أين عقولكم قال لقد كنتم أنتم آباءكم في ضلال مبين حتى ولو كان آباءكم يعبدونها إذا لم تعرفوا وجها كونها مستحقة للعبادة فبأي حجة تعبدونها قالوا قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين لأنه لا حجة لكم كما أنه لا حجة لعبائكم بدليل أنكم لا تعرفون حجة آبائكم في عبادة هذه التمثل والظاهر الذي يحسه ويلمسه كل واحد أن هذه التماثيل المصنوعة بأيدي البشر لا يمكن أن تكون آلهة تعبد ولا أن تستحق أن يؤكف عليها هؤلاء القوم لأنهم قد أخذتهم سكرة تعظيم هذه الآلهة فكأن هذا السؤال لم يطرح عليهم من قبل يسألنا إبراهيم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين يعني أنت جالس تتمسخر علينا وتحاول تسويها فلسفة أم أنت جاد فيما تقول تطرح هذا الكلام بجدية فبين لهم أنه لا يهزع ولا يسخر وأنها قضية حقيقية وأنه يجب عليهم أن يفكروا كما يفكر هو وأن يوجدوا إجابة لهذا السؤال الذي طرحته عليكم قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين لا يجوز لي ولا لكم إلا أن نتوجه إلى الذي خلق السماوات والأرض أما تمثال نصنعه بأيدينا ثم نسجد ونعبد ذلك التمثال كيف يقول بل ربي الذي يجب أن أعبده وربكم الذي يجب أن تعبدوه هو الذي خلقني وخلقكم وخلق من فوقنا ومن هو أكبر منا السماوات والأرض وأنا على ذلك من الشاهدين ليس لنا إله غير ذلك يقال إنه جاء عيد من أعيادهم فدعوه للخروج معه أو كانوا لا يسبحون لأحد أن يبقى في البلدة التي هم فيها بل يأمرون الجميع بالخروج الرجال والنساء والكبار والصغر فذهب معهم فلما كان في الطريق تظاهر بأنه مريض فقالوا ما لك قال إني سقي اختلف العلماء في كونه قال إني سقي قيل إنه قال ذلك من باب التورية يعني أنه ما يخلو إنسان من سقم يكون فيه لأن ابن آدم من طبيعته الضعف والسقم أو إني سقيم منكم ومن طريقتكم وعبادتكم لغير الله أو إني سقيم بمعنى سأسقم لأنه ما من آدمي إلا وهو معرض للسقم في حياته وعلى كل الأحوال فإنه قال ذلك في ذات الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث مرات إثنتان منها في ذات الله قوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله إني سقي ولما كان مع زوجه سارة ذهب إلى مصر علم به ملكها إلى آخر القصة التي تعرفونها عندما علم أن ملك مصر لن يدعى هذه المرأة معه فقال لها إني قلت للملك أنك أختي فأنت أختي في الله وليس في الأرض مسلم غيري ولا غيرك فإن سألك فصدقيني يعني قولي نعم هو أخي لأنها لو قالت هو زوجي لقتله فأرسلها إبراهيم إليه فلما هم أن يمسها قبض الله عز وجل على يده فقال ادعي الله لي وأتركك فدعت الله له فهم بها مرة أخرى فنشفت يده ثم المرة الثالثة فأمر بإطلاقها وقال لصاحبها إنك لم تأتي بإنسان وإنما أتيت بشيطان ثم أخدمها هاجر قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الثالثة وهي أنه وقى سارة أو وقى نفسه القتل بقوله هذه أختي وكثير من العلماء يرون أن هذه الثلاثة كلها من باب المعارض يعني يعني أنها ليست من الكذب الصريح وإنما لها وجه في ظاهره أنه كذب وفي باطنه أنه صحيح مثل لو قال لك إنسان ويا محمد أخوك أو ابنك تقول ليس هاهنا وتقصد يعني ليس في يدك فيقولون هذا من المعارض وهذه المعارض يستعملها الإنسان عند الحاجة أي إذا احتاج إليها وخشي على نفسه أو ماله أو خشي من العذى جاز له أن يستعمل المعارض وهو أن يقول كلمة لها ظاهر وباطن السامع يظنك أنك تريد الظاهر وأنت تريد الباطن مثل لو قال لك إنسان هل رأيت فلانا تقول والله ما رأيته وأنت رأيته يعني ما ضربت رئته ما رأيته يعني ما ضربت رئته فهو يظن أنك ما رأيته يعني ما رأيته بعينك وأنت تريد ما رأيته أي ما ضربت رئته كما تقول والله ما رأيته ولا بطنته ولا جلدته بطنته أي ضربت بطنه وجلدته ضربت جلده ورأيته ضربت رئتا قال وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ لما سقط قالوا ما لك قال إني سقيم تولوا عنه مدبرين فلما بقي ضعاف القوم أو أواخرهم قال وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بعد أن تولوا مدبرين وقيل في قصة أخرى إنهم جاءوا إليه يقولوا له أخرج معنا قال إني سقيم ولم يخرج معهم فلما تولوا قال كلمة سمعها بعض وهي هذه الكلمة فإن قلت لما قالها إبراهيم لما سكت إبراهيم وفي النهاية راح وعطم الأصنام وقال انتهت القصة فيقال أي نعم إبراهيم ليست قضيته أن يهدم الأصنام وتنتهي القصة الأصنام بدلها أصنام أخرى أكبر منها هو يريد أن يستدل الناس عليه ليقول الحق بين يدي الناس بس كيف يجمع الناس؟ ما عنده لا تلفزيون ولا عنده إذاعة ولا عنده منتدى أو نادي ولا عنده ملعب كرة قدم يجمع الناس فيه حتى يقول لهم كلمة الحق إذن كانت هذه هي الوسيلة لكي يجتمع الناس فيسمعوا من إبراهيم كلمة الحق لكن لماذا لم يعلنها أمام الناس كلهم؟ لأنه لو أعلنها يقبضوا عليه ومنعوا فهو قالها من أجل أن إذا عرفت القضية قيل نحن سمعنا فتى في البلد يقول كيت وكيت فيؤتى به للتحقيق معه وعندها يحصل لإبراهيم الفرصة في أن يتكلم وأن يبين الحق الذي عنده قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وبالفعل ذهب إلى أصنامهم فجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعوا جعلهم قطعا وفتاتا كل الأصنام وهذا يدل على أن إبراهيم كان قويا في بدنه قد آتاه الله عز وجل قوة في بدنه ومما يؤكد هذا المعنى فراغ عليهم ضربا باليمين يضرب الأصنام المكونة من الحجارة الصلبة بيده اليمنى فيهشمها ومما يؤكد أنه كان قويا والمؤمن القوي خير ومحب إلى الله من المؤمن ضعيف فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين أسألكم يا إخواني لو كان مع الواحد منكم صحي وفيه عجل استطيع الواحد منه يحمله يحتاج أربعة أو خمسة من الأشخاص يحملونه مما يؤكد أن إبراهيم كان قويا وهذه عادة المؤمن أنه يكون قويا ما لم يمنع من ذلك فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم طيب لماذا لم يكسر إبراهيم الكبير قالوا لأجل أن يوجد أسئلة عند هؤلاء لأن إبراهيم لم يكن مقصوده تحطيم الأصنام فقط لو كان مقصوده تحطيم الأصنام حطمها وانتهت القصة وعاد كل أحد ثم يسألون ما يجدون فيعودون ويأتون بأصنام أخرى إنما أراد أن يحطمها في قلوبه ويعرفهم بأنها لا تغني ولا تسمن ولا تدفع ولا ترفع ولا تصنع شيئا لنفسها ولا تستطيع أن تضر من يضرها فهو جعل الكبير من دون تكسير بل يقال إنه وضع الفأس على عاتقه حتى إذا جاء الناس تساءل ما للذي حطم أصنامنا وعليهتنا فيقول واحد لعل الذي حطمها هو هذا الكبير فيقال له لا ما يمكن لأنه لا يتحرك ما يفهم ما يرى ما يسمع خلاص حتى تحقق لإبراهيم ما يريد من هذه العملية تحقق لإبراهيم ما يريد قد قلت في مرة بمرات لو كنت مكان إبراهيم لحطمتها جميعا لأني ما أعقل مثل إبراهيم ولا أفهم مثل ما يفهم هذا النبي العظيم نحن أحيانا نريد أن نلغي المنكر في ساعة واحدة ولا ندري أن إلغاء المنكر أحيانا يقتضمن أسلوبا وطريقة وذكاء يحتاج إليه هو الذي يقضي على المنكر فإبراهيم ترك الكبير من أجل أن يتساءل الناس فيقول أحدهم لعل هذا الكبير غار من هؤلاء الصغار فهو لا يريدها أن تعبد معه ولا يحب الشركاء فيكون سبب لاستثارة الأسلوب أو يقول قائل من هذا الذي حطم آلهتنا أين هذا الصنم الكبير لم يدافع عن إخوانه فيقال إنه لا يستطيع المدافع لأنه لا يتحرك لا ينطق لا يسمع لا يرى لا يتكلّك لا يتحرك إذن هي ليست آلهة إذن هي لا تستحق أن تعبد ولا أن يعكف عليها قال لعلهم إليه يرجعون لعلهم يذهبون إليه ويسألونه يا كبيرنا ويا إلهنا ويا ربنا ما للذي حطم إخوانك وجميع آلهتنا فما يجدون جوابا ولا يسمعون صوتا قالوا من فعل هذا بآلهتنا طيب إذا كان في أحد فعل هذا بآلهتكم إذن آلهتكم ليست آلهة إذا كانت آلهتكم يفعل بها إذن هي ليست آلهة كما قال الله في أول السورة أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته قال من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم من الذي سمع هذا هم أولئك الذين كانوا عنده عندما قالوا له اذهب معنا إلى العيد أو أولئك الذين سألوه عندما سقط وقال إني سقيم قالوا سمعناه يقول وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين لكن ما ظلنا أنه يفعل ذلك ما توقعنا أن أحد يجرع على مقام الآلهة فيحطنه قالوا سمعنا فتى وهذا يدل على أن إبراهيم ذلك الوقت كان في سن الفتوة في شبابه وهذا يبين لنا يا إخواني أن الفتياء لا يستهل لهم وأنه قد يكون من الصغار ما لا يكون من الكبار وهذا مر بنا في سورة الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم ومر بنا في سورة مريم وآتيناه الحكمة صبية قال الله عز وجل قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعني يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم هذا يدل على أن إبراهيم كان إيش كان غير مشهور ولا معروف ما قالوا وهو إبراهيم لا يقال له إبراهيم يعني نذكر اسمه بأنه يروى لنا أن اسمه إبراهيم أو في بداية إما في بداية أمره أو يعني كانت المدينة كبيرة ودعوته لازالت يعني محصورة في مجموعات من الناس قليلة جدا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدوا خلاص جاءك ما تمنى يا إبراهيم هو يبغى هذه إبراهيم كان يريد هذه القضية كيف يجمع الناس له وهذا الذي حصل لنبي الله موسى في سورة طاها ها لما كفر فرعون ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وابا قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نقفه نحن ولا أنت مكانا سوا مباشرة موسى إيش قال موعدكم يوم الزينة أنا أبغى اليوم الذي يجتمع فيه كل الناس ما أبغى أكتحط لي يوم من أيام العمل اللي كل الناس مشغولين فيه فلاحتهم ومشغولين في أراضيهم أريد أن تقوم الحج على الخلق كله قال موعدكم يوم الزينة ومثلها قصة أصحاب الأخدود الغلام لما قال اجمع الناس في صعيد واحد واربطني في أصل شجرة واخذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب هذا الغلام فإنك إن فعلت ذلك قتلتني فالملك فرح بالطريقة ونسي ماذا صنع الغلام داخل هذا الكلام فلما فعل ذلك وقال بسم الله رب هذا الغلام قال الناس آمنا برب الغلام سبحان الله العنبياء أصحاب رسالة ويبحثون عن مجامع الناس ليبلغوهم دين الله ومن هنا نقول يا إخواني أهمية الإعلام الذي الآن تروننا حريصين عليهم نحن نبلغ الكريمة ونعلم من هذه وسيلة تبلغ بها الكريمة ويصل بها هذا الخير إلى آفاق الأرض مشرق الأرض مغربا قال الله عز وجل قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون يشهدون ماذا يشهدون محاورتنا له أنه قال لآلهتنا ما قال أو فعل بها ما فعل أو يشهدون عقوبتنا لهذا الأفاق الذي اعتدى على آلهتنا قال الله عز وجل حاكيا عنهم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال الله عز وجل عن إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كان يم تكون هذه ظاهرها الكذب فعله كبيرهم هذا قال العلماء أو للعلماء في هذه الآية يعني نوع عالم للتخريج النوع الأول أن مثل هذا لا يعد كذبا لأن ما يعرف أنه لا يقع ممن ينسب إليه لا يعد كذبا فلو جاءك طفل وأن تكتب قال هذا كتابك أو هذا خطك قال لا خطك ما تقصد نعم هذا خطي يعني ما خطبين يعني لاحظتم فهو لا يقصد بهذا أن ينفي أن يكون خطه وإثباته للطفل الصغير الذي لا يكتب ولا يقرأ وإنما يريد أن يؤكد المعنى نعم هو خطي وليس خط أحد غيره فقوله بل فعله كبيرهم هذا كيف يفعله وين أنتم عقوله نعم أنا الذي فعلته ولذلك يقول بعضهم هذا وإن كان في صورة الكذب إلا أن المراد به التنبيه عما لا قدرة له لا يصلح أن يكون إلها ومثله قول الملكين لداود إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة وهو ليس أخوه ليس أخاه وليس له تسع وتسعون نعجة وليس لأخيه نعجة واحدة إنما كان ذلك من باب من باب ابتناء داود عليه الصلاة والسلام وذلك قال الله وظن داود أنما فتناه فاستغفى ربه وخر راكعا وأناب ومثل هذا كما يقول ابن الجوزي رحمه الله لا تسميه العرب كذبا ومن العلم من قال بل هذا مما عريض الكلام كما قلنا في قوله إني سقيم وقوله هذه أختي قالوا هذا مما عريض الكلام واختلفوا كيف كان من معارض الكلام فأما كسائي فقال بل فعله كبيرهم هذا قرأه هكذا بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون بل فعله من هو فعله الذي فعله يعني أنا ثم قال كبيرهم هذا فظنوا أنه يقول فعله كبيرهم هذا وهو يريد فعله الذي فعله يعني أنا ثم بدأ فقال كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون وهذا تأويل وفي نظري أنه لا يصح لأن الكلام لم يكن بلغة العرب حتى يقال مثل هذا وقال الفراء إنما قال فعله فلعله هو ولم يقل فعله وهذا أيضا مخالف لظاهر الكلام وأكثر العلماء على أن هذا من باب المعارض من باب المعارض أو من باب التعليق بالشرق فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون يعني إن كانوا ينطقون فالذي فعله كبيرهم إذا كانوا لا ينطقون فكبيرهم لم يفعلوا إذا من العلماء من يرى أن أصل الكلام ليس من يعني ظاهره وإن كان كذبا إلا أنه من الكذب أو مما لا تسميه العرب كذبا لأنه يعلم يعلم السامع خلاف الكلام أو خلاف ظاهر الكلام ومن العلماء من قال إن هذا من المعارض واختلفوا فمنهم من قال بل فعله ثم سكت كبيرهم هذا وقال الفراء بل فعله أي فلعله كبيرهم هذا وأكثرهم الذين قالوا إنهم من المعارض قالوا إنه علق على الشرق فقال إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم هذا والله أعلم وعلى كل الأحوال فإبراهيم لم يقل هذا إلا من أجل أن يستنطقهم ويدلهم على الحق قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال الله عز وجل فرجعوا إلى أنفسهم إما أن يكون رجعوا إلى أنفسهم كل واحد يلا تفكر فتكون أنفس هنا حقيقية يعني كل واحد رجع إلى نفسه وإما أن تكون رجعوا إلى أنفسهم أي رجعوا إلى بعضهم لأنه ترد النفس في القرآن كثيرا بمعنى البعض كما قال الله وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ لا تقتلوا أَنْفُسَكُمْ أي لا يقتل بعضكم بعضا وعلى أي الحالين فالمعنى واحد فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون بالفعل كيف تعبدون من لا يتكلم من لا يسمع من لا يبصر من لا يدافع أو فقالوا إنكم أنتم الظالمون عندما تركتم آلهتكم من غير أن يكون لها حارس يحرسها لأن هذه الآلة تحتاج من يحرسها ويعفظها ويقوم عليها آلهة يعني بشكل آخر تخدم ولا تخدم تنفع ولا تنفع قال الله عز وجل ثم نكسوا على رؤوسهم أدركتهم حيرة سوء كما قال قتادة رحمه الله تعالى يعني يفكرون كيف يجيبون إبراهيم لقد بهتهم إبراهيم بشيء ما توقعوه وأعطاهم درسا لا يمكن أن ينسوا درس عملي في الحياة استطاع إبراهيم أن يقنع الأمة كلها بأن هذه الأصنام لا تستحق أن تعبد ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أنت تعرف يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تنطق وقيل رجعوا أو انقلبوا على إبراهيم نكسوا على رؤوسهم أي انقلبوا على إبراهيم يحتجون عليه كالذي جعل رأسه في أسفل الأرض وكأنه لا يعقل ما يتكلم به فقالوا لإبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون هنا نزل إبراهيم عليهم بكلام صارخ قوي يؤنبهم ويعاتبهم ويقول لهم أين أقولكم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون إبراهيم ما قال هذا الكلام في أول الأمر استأنى إلى أن أظهر لهم بالدليل القاطع والبرهان الصاطع والحجة الملموسة العملية التي يراها كل الناس الأصنام مكسرة يمين ويسار وهذا الصنم الكبير على عاتقه فأس والناس تشاهد هذا المشهد الذي لم تتوقع أن تشاهده في حياته وعندما يصل إلى إبراهيم إلى النتيجة التي كان يبحث عنها وهو أن يقنع هؤلاء بأن هذه لا تستحق أن تعبد قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أين عقولكم عند ذلك لم يبقى في وسعهم إلا شيء واحد يلجأ إليه الظالمون في كل الأحوال في كل الأزبان في كل الدول في كل العصور كلما جاءت شمس الحق وبهرت أعين هؤلاء المبطلين لجأوا إلى منطق القوة منطق القوة المادية فقط أما الحج والبرهانس والدليل فإنهم لا يستطيعون لأن الله جعل النصر في كل الأحوال بالحج لأهل الحق فماذا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعين لعلنا نأتي إن شاء الله إلى إتمام بقية هذه القصة في المجلس القادم أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل الكتاب المبين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر